العملية الثالثة صفحة 32 في 4-1 اشترت المؤسسة بمبلغ 250 ألف ريال أصل جديد اسمه العدد والآلات وتم سداد المبلغ بشيك مسحوب من حساب المؤسسة بالبنك والمطلوب إعداد معادلة المحسبة وقائمة المركز المالي أو الميزانية يلاحظ أن هذه العملية تؤثر فقط على جانب استخدامات الأموال كما كان في العملية الثانية حيث ظهر استخدام جديد هو العدد والآلات استخدام جديد لأموال المنشأة وهو العدد والآلات بمبلغ 250 ألف ريال وكذلك تخفيض استخدام آخر وهو البنك لأنه تم أخذ المبلغ من البنك وبالتالي ينخفض المبلغ الموجود في حساب المؤسسة بالبنك من 700 ألف إلى 450 ألف أما جانب مصادر الأموال والذي يتمثل حتى هذه اللحظة في رأس المال فقط فلم يتغير بالزيادة أو بالنقص بناء على ذلك فإن معادلة المحاسبة الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية الأصول في العملية السابقة كانت تتمثل في البداية في البنك البنك كان به مبلغ 700 ألف ريال تم أخذ مبلغ 250 ألف ريال منه وبناء على ذلك تصبح قيمته الجديدة 450 ألف ريال بينما كان هناك أصلا آخر وهو المباني بمبلغ 100 ألف ريال لم يتأثر بهذه العملية ثم ظهر استخدام أو أصل جديد هو العدد والآلات بالمبلغ الذي تم أخذه من البنك وهو مبلغ 250 ألف ريال إذن ظهر استخدام أو أصل جديد هو العدد والآلات بمبلغ 250 ألف ريال بينما أن جانب استخدامات مصادر الأموال لم يحدث عليه أي تأثير هذه العملية أثرت فقط على جانب واحد فقط هو جانب الأصول حيث ظهر أو زاد أو حدثت زيادة في أحد العناصر وحدث نقص في عنصر آخر وبنفس القيمة وهي 250 ألف ريال أيضا تظل المعادلة متوازنة عقب العملية الثالثة وبناء على ذلك نقوم بإعداد قائمة المركز المالي أو الميزانية يتم إعدادها على شكل حرف T باللغة الإنجليزية ونكتب اسمها الميزانية فيه نؤكد مرة أخرى على أن الميزانية تعد في تاريخ معين في يوم أربعة واحد ثم ننقل الجانب الأيمن من معادلة المحاسبة إلى الجانب الأيمن من الميزانية وهو الأصول أما الخصوم وحقوق الملكية فتنقل إلى الجانب الأيصر كما كان في العمليات السابقة نلاحظ الآن أن جانب مصادر الأموال وهو الخصوم وحقوق الملكية لا يوجد به إلا بند واحد فقط ما زال هو رأس المال 800 ألف وعند تجميعه نجد أن المبلغ ما زال 800 ألف وهو مصادر الأموال أما بالنسبة للأصول فنجد أن البنك كان 700 نقص 250 أصبح 450 ألف ثم ظهر بند المباني كما هو لم يتغير بـ 100 ألف ثم ظهر بند جديد هو العدد والألات بـ 250 ألف وعند تجميع هذا الجانب نجد أنه أيضا يساوي 800 ألف ريال نلاحظ وكما سبق التأكيد أن هناك تساوي وباستمرار بين مصادر الأموال واستخدامات الأموال وهكذا تظل معادلة المحاسبة متوازنة عقب كل عملية من العمليات نؤكد أن هذه العملية أثرت على جانب واحد فقط وهو جانب الأصول ولم تؤثر على الجانب الآخر وهو جانب الخصوم وحقوق الملكية وما زال إجمالي جانبي المعدلة متوازن 800 ألف مصادر و800 ألف استخدامات فهذه العملية أثرت فقط على جانب الأصول ترجمة نانسي قنقر